السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم الجمعة 21 دول قعدة 1442 هجرية الموافق لجوج يوليوز 2021 ميلادية قبل ما نبدأ الفيديو قد نقول لكم بأن نقضى ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الهداش ديال اسبانيا قد نقضى ان شاء الله وحد المباشر باش نحاول نجاوب اكبر قدر ممكن من الاسئلة ديال الناس وكذلك غضي ندروع للطيران شركة الطيران اللي كددخول دبا للمغرب والعديد من الامور اللي كددهم السفر في هاد ديال الاجواء الاستثنائية اللي كنعيشوها دبا الفيديو ديال اليوم غادي نهدر فيه على البكونة ولا التلقيح شهادة للتلقيح جملكم واحد المثال غادي نقرأها مع بعض ديتنا وغادي نشوفو يعني الاشي بامكان الانسان يسافر به اذا بسم الله على بركة الله ندخلو في الموضوع واول حاجة نشوفوها يدك شهادة تلقيح قبل ما نبدأ نشرح هاد الشهادة تلقيح و هاد الامور هذي اول حاجة الاخوان اه انا ما كنقول لك لا تلقح لما تلقحش هذي اول حاجة اول واحد كل واحد مسؤول على راسه وحالي كنقول دائما احنا هنا ناس عندنا اكثر من 18 عام هذي قاناة ديالناس كبار ويعني اكثر من 18 عام وكان سافره وهو مسؤولين وبالتالي فوعيشين في بلادات الناس يعني فيعني من المفروض ان يعني كل واحد يكون كيتاخذ القرارات دياله كيتحمل مسؤولية دياله لا من ناحية ديال السفر ولا من ناحية ديال التلقيح في طبيعة الحال نتعاونوا مع بعضنا نصحوا بعضنا رشدوا بعضنا نعطيوا معلومات من بعضتنا ولكن هذي لا مسألة ديال التلقيح ولا السفر في دل هذي الوضع الحالي هذا فهو يعني مسألة خاصة كل واحد يتخذ القرار هذا ويتحمل مسؤولية دياله اه بالسيربي وبالايجابي ديال دياله 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 اذا كيما كتشوفوا هنا اه فهدي اه اه كارنيدي باكوناثيون شهادة ديال التلقيح اه هذي الشخص هذا تلقح بين الاوائل اللي تلاقحه هنا هي في اسبانيا اه في اتنين وعشرين واحد الفين وعشرين كانت يعني الجرعة الاولى اه اللي باكونا اللي اعمل ديال الفايزر اللي هي كتمشي بجوش ديال الجرعات من بعد غادي نهضروا على اه التلقيح الثاني ديال جونسون عن جونسون المهم هذي فايزر هذي الجوش ديال الجرعات كيما قلنا تلقح في اتنين وعشرين الاولى اتنين وعشرين واحد والتانية يعني الجرعة التانية في اتناش شهر جوش وكما كتشوف كيف ينفق واحد على الجوج وكيف ينتحد جوج على الجوج يعني كي تسمى تلقي حد سالة كمبليتاة وكما كتشوف ودك الشي اللي كنقول لكم دائما في الفيديو بانا يعني خصتكن ما باكونا فيهم كمبليتاة بالنسبة للناس اللي عندهم جوج ديال الجرعات أخا ما تكون شهد الجملة هذي مثلا ولكن الناس اللي كي يجيوا وكيقولوا لي رأينا حيت دو وسط المرض فالطبيب ولا قالوا لي خصني غير جرعة واحدة كافية رأي ديك جرعة واحدة كافية شنو كيوقع كتبقت بما مكتوبة واحد على جوج وواحد على جوج شنو معنى ديالا بانا رأي بازال ناقصك الجرعة التانية وباش دك الشهادة تكون صحيحة فخصت تكتب هذي الجملة هذي ولا هذي الملاحدة باكوناسيون كومبليتاة هنا يفر الكمونيدات ديال مادريد اوتوماتيكمو كتخرج في الشهادة قليل الناس اللي بعد باقي ما تلاقيت شي واحد قليلا ما دروهاش كنشوف الشهادة في المطار ديال كومونيدات ديال كومونيدات ديال كامل مكتوبين باكوناسيون كومبليتاة هذي كداري كيما كتشوفو هنا اوتوماتيكمو خرجت بوحدة ما كنشتاة كنسافروا ديال الساعة كنباقي ما معرفقة ديال السافر بالكرني فكل مرة قد كيدخل هذي الشخص هذي الابريكاسيون كتخرج هناك وكين بعد الناس اللي تواصلوا معايا في الخاص في الانستغرام وكيقولوا لي را قد غادي مش نجيبتك الشهادة ولا رانا قد نجيبتك الشهادة وش نقواش سيبوا هذا كان قلوهم قلوهم يدير لكم فيها باكوناسيون كومبليتاة وفريمورة كانوا كيديروها يعني معرفت كي واش حتك التلبة على حساب الكومونيدات حتك التلبة باش عاد كيديروها او لا يعني متعارف علي خصوم يديروها بلا ما التلبة كما كتشوفو هنا في كومياد مادري كما عندنا في المثال فهذا الشخص هذا داروا له باكونافين كومبليتاة بلا ما ما تلوها متعاشي حاجة ديركتموك تخرج في الكود هدان هذا فيما يخص هذا المثال الحي اللي عندنا هنا ده بغادي نشوفو بعض الامثلة اخرى اللي اه يعني غير مكمولة يعني ما فيهاش الجرعات كاملة هذا المثال هذا شهر من الانترنت ديال اه اسبانيا ديال جيها اه كاستيال ليون كما كتشوفو هنا يا فوق هنا واحد الكود دير واحد البار باش كيت تقرامتها لان في المطار لحد الساعة ما زال ما كينش القارئات دير هاد دير هاد الشهادة ولكن كي يعتمدوا الكتر على اللي مكتوب هات الشخص هذا كتشوفو هنا يجنو كينا عنده واحد على جوج بلاس نحاول نقرب الصورة شوية اذا هنا كتشوفو عنده واحد على جوج يعني جوج ديال الجرعات يلا هدار منا وحدة وبالتالي فيعني كيكون باقين قولوا بين قوسين كيتسالوه واحدة فهد الشهادة هدي رهي غير صالحة للسافر اللهم اذا كان هاد الشخص هذا اللي عنده جرعة واحدة ديجا دوز المرد ويعني كيقول له الطبيب ولا يعني الارشادات ديال تلقيح كيقول له بيانا رخصك تدير غير واحدة وصافرك من سالي مناضية الله سلامت بالتالي إذا دروا لك هنا غير واحد على جوج فيعني خصو يكون صافي يعني خصو يقوم يكتبو ركتما ديك الكلمة ديال باقوناتيون كومبليطالة باش مليك تمسي تسافر الليك يقرأ السرتيفيكة والليك يشوفها كيف هم بأنك راك هاد الشهادة تلقيح كاملة يعني انتا ماشي ما زالك تستنى الجرعة الثانية هادي فيما يخص الناس اللي يعني مرضوب داك المرض وكيتسمى كيبنونهم غير تلقيح واحد وهذا اللي عندنا هاد الاخيرة هي مثال ديال الشهادة ديال تلقيح ديال الهاتف حالي كتشوفو على اليمين وكذلك ديال يعني الورقة البابة النورمال الوتيقة فكيما كتشوفو هادي شهادة تلقيح أوروبية الالتحاد الاوروبي هادي كما كتشوفو عنده واحد على جوج يعني باقة نقصة كذلك أخرى هنا اللي بغيت نشير له بالنسبة للناس اللي كيعملوا جونسون فهذا دوز دوسيس هنا يا كتكون واحد على واحد يعني هتلقيح هذا بش يكون كامل ومكمول وصحيح ففقط كتتحتاج أن الواحد يكون ملقح واحد المرة فبالتالي لكن عندك جونسونان جونسون وعمل لك تماك واحد على واحد وما كينش داك الجملة ديال باقونا كومبليتابا أو باوتا كومبليتا فما كتحتشش تكون هات الجملة هادي الاشلي لأن جونسونان جونسون كيمشي يعني بوحديته وما كيحتش أنه يكون يعني تكون كي يكون جوج بالتالي فالناس اللي في المطار مجرد ما كيشوفو جونسونان جونسون وكيشوفو واحد على واحد كيقبلو الشهادة ديالك وكتسافر بها بدون أي مشاكل نتمنى نتمنى نكون وضحت كل شي فيما يتعلق بشهادة تلقيح كنا عاود نأكد لكم بأن الفيديو ديالي ما كي يعني لا حاجة ولا أخرى لا يعني بأني مع أو ضد فهذه مسألة شخصية كتهمني أنا كما أنها مسألة شخصية كتهمكم أنتوما وانتوما فقط غير مرة أخرى مجرد نذكركم كي غدا ان شاء الله رحمة الرحيم غدا نعمل ذلك المباشير بالنسبة للناس اللي عندهم أسئلة فيما يخص الصفار شروط الصفار شركات الطيران اللي كتدخل المغرب البسي اير باكونا وهذه المسائل هذه والباجاج كذلك غدا نحاول نهضر عليه غدا فمرحبا بكم و تمنى تعمر عليها كما مقسمك بواحدتي الموهي عشية مباركة من تولش عليكم الفيديو اللي يصر الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته